قالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع فيسبوك إنها شرفت باستقبال قرينة رئيس جمهورية بولندا السيدة أداتا كورنهاوزر وأضافت السيدة انتصار السيسي أن اللقاء كان حافلا بالمناقشات الثرية حول اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوي الهمم وتمكين الشباب وذكرت السيدة انتصار السيسي أنه تم التطرق خلال الحديث عن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تغيير وجه الحياة في جميع أنحاء الجمهورية وشددت السيدة انتصار السيسي على ترحيبها بضيوف مصر الكرام متمنية لهم قضاء وقت ممتع في بلدهم الثاني مصر